أسيس رضا رح نتكلم عن تجديد الذهن ما أعتقدش أنه كل واحد عم بشاهدنا نفاهم ايه يعني المقصود بتجديد الذهن إذا ممكن توضح الفكرة الحقيقة أنه الزهن في الأول لجب أن نكون عارفين ما هو الزهن في عدة حاجات بسيطة ممكن تفهمنا ما هو الزهن ممكن يكون أبسط حاجة هو أن الزهن هو الحصالة اللي فيها بتودع كل الخبرات والعلاقات والاتصالات والتجارب سواء الكات المادية أو العاطفية أو الفكرية أو الدينية أو الروحية أو غيره هو مجرد الحصالة اللي ربما ربما زي ما بيقول بعض العلماء الحصالة دي بتبتدي أم ابنة ولد يعني فيه جينات بتعطي بيانات ومعلومات واوا إلى آخره وبتتشرف الحصالة دي اللي هنسميها دلوقتي إحنا كده كلنا مع بعض حصلت الزهن لكن فيه شيء تاني يعني بيقولوا أن الزهن مش بس الحصالة لا الحصالة دي اللي جواها بيشتغل مع بعضه يعني عارف الحصالة ما نمسكها المادية والعلمية وغيره بتتفاعل كلها مع بعضها لكن كمان فيه شيء آخر يبقى دلوقتي عرفنا أن هي الحصالة وعرفنا أن الحصالة دي كمان الحاجات اللي جواها بتتفاعل مع بعضها الشيء الثالث هو الزهن هو النضارة اللي بشوف بيها اللي في الحصالة الحصالة دي تتحول إلى نضارة وبالتالي الخبرات اللي بتتفاعل مع بعضها دي أصبحت النضارة اللي بشوف بيها عشان كده نضارة حضرتك تختلف عن نضارة حضرته تختلف عن نضارة حضرتها تختلف عن نظارة الإخوة اللي بيشتغلوا معنا هنا في الكروف في الستوديو الجميل الحلو ده بتاعها لياكو النور وبالتالي كل واحد بيشوف على قد الحصالة بتاعته عشان كده حصلت الشخص اللي عنده نظارة الشخص اللي عنده في الحصالة معلومات روحية تختلف عن الشخص اللي عنده معلومات عالمية رياضية اقتصادية تجارية خبرات مؤلمة خبرات مفرحة النشأة والبيت اللي تولد فيه فبالتالي النظارة دي بتختلف وهي بتشوف ايه اللي جوه الحصالة أو الحصالة دي بتصبح هي النظارة اللي أنا أو العدسة اللي أنا بشوف بيها الأمور وبالتالي الزهن هو المحتوى لكل هذه الخبرات اللي بيها الإنسان بينظر إلى الأمور ويقيمها وياخد قراراته ويستقبل الخبرات بناء عليها اشتركوا في القناة